اشتركوا في القناة 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 في مباراة قبل الطبور وبعد انتهاء المدرسة في مباراة وبعدين نروح يعني كنت لعب قبل وبعد قبل وبعد لازم قبل دي وتلاقي الطلبة يبدأوا يقفلوا 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 الملعب حددوه هما بالوقفة بتاعتهم وتشجيع عالي جدا ونطلع الفصل عرقانين وكده لكن كانت دي ايام جميلة جدا في مزاولة كرة قدم من الصغر وبعد كده اللعب في المنطقة بالكرة الصفينج الصغيرة ما نيجي نتكلم بقى بداية الكرة الشراب انت كنت شاطر في الدراسة جدا يعني دحاح بتحفظ ولا بتفهم بصورة لا كنت بفهم وانا هقولك على حاجة انا كنت في سنة ستة وبد دروس لسنة ربعة اه والله كنت بالم الولاد التلات ولاد في المنطقة عندنا في مصر جديدة انت اصلا ساكن حي نخلة المطيع في مصر جديدة اه ايوه كنت جيبت فيه تلات ولاد صغيرين في سنة ربعة كنت بديهم دروس وكنت وانا في قولة اعدادي بدي دروس لأولى ابتدائي وتمدي ابتدائي ابتدائي في البيت مادة ايه؟ في كل المواد كل المواد بسم الله ما شاء الله طيب انت كنت مدرسة ايه؟ في ابتداء العروبة اه واعدادي وسنوي مدرسة سيدة حنيفة صليحضار في مصر جديدة كان فيها ملعب وبتلعبه فيها اه لا ده مصر جديدة طيب مين شافك وانت بتلعب كرة في المدرسة وقالك ده يبقى عليه نجم كبير اوي وناخده نوديه اي نادي اه مين؟ اه في المنطقة عندنا انا عندي كان ثمان سنين كده نلعب كرة وواحدة بدأت من ثمان سنين اه ثمان سنين تسع سنين كنوا مميزين يعني اه ف... كان فيه رجل في اول دور كل ما نيجي نلعب لازم يجيب كرسي ويقعو يتفرج عليه اسمه لستاذ عليه جودة انا مش ناسي اسمه ساره جودة اه اذا كان جاركب اه او عايش ويرحمه لو كانت تحق وا الله يدي له الصحة ويرحمله نزل لنا الشارع قال ياولاد γاولون انتم لعبة كويسة اول ما تيجوا اوديكوا نادي المصانيع الحربية مصانيع الحربية اه قلنا له طيب تاني يوم هو جيمي أعتني هو كان بيشتغل في المصاني الحربية خدنا ودنا نادي المصاني الحربية صغيرين كده اللي هو في شرع العروبة أيوة اللي هو في شرع العروبة بالضبط ودخلنا خدونا في المراحل الصغيرة وبالصدفة كان رئيس الهيئة كلها المهندس اللواء مهندس عبدالله وبيه غنين يا سلام أبو طارق غنين أبو طارق وهاني يا خبار ربي فأعجب بينا جدا وبقى طبعا تعرف حضرك لو عربية خاصة بسواء يعني فبقى في المروح يحط العائلة الصغيرة دي زي اللي قد كده دول في العربية عشر عشر عيل عبي طول ما وماشي ينزل طول ما وماشي ينزل هو كانوا سكنين في الحياة التانية في مصر جديدة وراجل الحقيقة لا لا راجل وكان رئيس بلطيتك